نتكلم بقى على السينما يلا يلا ايه المحزير اللي قلتها للفنان عاد الإمام في السفارة في العمارة؟ محزير؟ انا اقول لعاد الإمام محزير؟ خيانا ديوها؟ اكيد لا ما قدرش اقول لعاد الإمام محزير ايه؟ لا في ناس قالت انه قلت مش عايزة مشاهد كتير قوي فيها مش عارف ايه ومش عايزة ولا حصل الكلام ده مش حقيقي بجان؟ ايه ده؟ خالص لكن ما قلتش مثلا للفنان عاد الإمام انه لا لماذا بقى وتعد تشيلني وانا هتكسف وانا حاجش يجروا يقولوا كده ها؟ لا هو بالعقدة هو المشهد اللي هو شيلني في المظاهرة اه ده انا كنت سعيدة جدا ان انا الدخلة اولا هحكي لك على الحتة زي انا عايز اعرف جدني انا جالي السيناريو والساعة 2 بالليل عرفت الحجة عمري عرف اكلمني ومعاه الاستاذ عايزة قلت في البيت انا مصدقتش نفسي وقالوا لي السيناريو لا انا مش مصدق نفسي معاني قابلت استاذ عادل كذا مرة كنت عند الحجة عمري عرفة ومكت قعد بعيد واقعد في حتة هو مش شايفني لا استاذ عادل عامل عشان كنت بحسن برهبة رهيبة لا استاذ فلا حد لما قالوا لي كده عاد تقرأ طبعا اول ما وصل السيناريو عاد تقرأ قرأ واتحك وماما طبعا مع الدايق وكل شوية سمعاني مسخسخة يعني بس ابتديت الدايق وصلت للمشهد الواحد وستين اللي هو النص الفيلم وانا ما ظهرتش شخصية داليا شهدي ان انا بعملها ما ظهرتش قلت يا لهوي يعني انا يوم لما اطلع مع استاذ عادل امام هطلعكم برس يعني انا فين لحد اما ظهر انا مشهدين انا موافقة بس انا يعني قلت برضو عايزة بقى انا ما تعليني بقى فهم من لو انا من حق ايوة وانا كنت قرأة باطلة في السينما يعني عايزة بقى انا مع استاذ عادل فلحد اما بدأ المشهد اللي هو شايلني على كتفه انا بالنسبالي ادخلت السينما من اوسعى الابواب عادل امام شايلني على كتفه فادي بالنسبالي تقديمة الزعيم شايلني على كتفه تقديمة كبيرة جدا 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 فقلت خلاص انا مرضية يا جماعة خلاص اللي يجي بعد كده انا تمام انا مش فرقة اه بس من اهم واحب الادوار اللي هي الحقيقة وكان حظي كبير ان انا اشتغل مع هل تكريد انه نعمة ولا نقمة زي ما يليك واحدة جميلة قوي من كتر خطها مع بارد واحدة في اول خطواتها مش سواء الخبيث انا ما تبصليش ادقيتي شفتي بقى لا بس انا عايزة اقول لك حاجة انا فعلا بعد الفيلم ده مع استاذ عادل انا عدت كتير جدا ما بيجليش حاجة انا عملت اه تقريبا ده كان اخر فيلم وعملت فيلم بعديه وخلاص ايه ده انت اشتغلتي مع استاذ عادل وكمان لأ طب اركاني بقى اه